20 ألف مسلح من تنظيم الدولة موجودون في العراق يجب القضاء عليهم بهذه الكلمات يدعو أبو مهد المهندس نائب زعيم ميليشيا الحشد في العراق لشن حملات جديدة لتصفية آلاف العراقيين بذريعة مكافحة الإرهاب بقعدنا ما لا يقل عن 20 ألف مسلح 20 ألف مسلح داعش في العراق لا تتهاونوا فهناك المئات منهم في حزام بغداد يخاطب المهندس القوات الحكومية داعيا إياها إلى حملة أمنية ضد من يعتبرهم المهندس خلايا نائمة تجب محاكمتهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب التي ينتهي المتهم بها إلى حكمين لا ثالثة لهما إما الإعدام أو السجن المؤبد الآن في محيط البغداد حوالي 200 نفر حس مسلحين عدهم شغل عدهم روح رجعة عدهم يشتغلون تحريض المهندس على شن حملة اعتقالات جماعية يحاكي وجود نحو 19 ألف شخص يقبعون في المعتقلات الحكومية بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة منذ عام 2014 إذ حكم فعليا على ثلاثة آلاف معتقل منهم بالإعدام بينما يوجد نحو تسعة آلاف معتقل آخرين في سجون الشرطة الاتحادية والمخابرات العسكرية والبيشبرقة بحسب وكالة أسوشييتد بريس الأمريكية ليأتي تصريح القيادي في ميليشيا الحشد بمثابة ضوء أخضر لزج المزيد من العراقيين في السجون تمهيدا لمحاكماتهم التي لا تزيد مدتها عن دقائق معدودة يغيب فيها تقديم أدلة واضحة تدين المتهم ويغيب فيها المحامي لتنتهي المحاكمة غالبا بطريقة دراماتيكية بحسب تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أما دعوات قادة الميليشيات لشن حملات أمنية تستهدف سكان أطراف بغداد ليست بجديدة فالأمر نفسه يتكرر منذ أول انتخابات برلمانية بعد احتلال العراق بذريعة تأمين الأجواء لها واليوم ربما يأتي الدور على مخيمات النازحين بعدما باتت أغلب مناطق حزام بغداد خالية من أهلها